أسف أني جاية من غير معادي بضال مسيح العصير أنا مش فهم إيه علاقتك بموضوع مدام يارى ده عادي يارى صاحبتي يعني واجبي أساعدها و أنا مالي ما تبلغي البوليس كمال بيبلغ بس أنا عاوزة أصدها الأول عشان نرجع الطفل عشان ما تقبطش عليها ربنا معاك أرجوك يا بابلو ساعدني أنا عارفة من أنت الوحيد اللي تعرف تخلص الموضوع ده ومين قالك كده أنا بفضل أحتفظ بمصادر الخاص رضي أعلاني بصحيح بس الحظك الوحش بقى أنا عارف المصادر بتاعتك ولا مازم بيك جوزك ما قالك إش جوزيارة أستك صاحبتك آه أصلا أنا مش متجوزة ربنا يا كرامك وتلاقي ابن الحلال ويبقى راجل كده بصحيح مش شبعاتك عشان تقديره مصال حب آه لأ واضح جدا أنك فاهم كل حاجة غرض أنت لما صادرك مش عارفة بابلو كويس بس واحدة عديد مرة يا رئيس تاني ونهارده يوم مرأة ولا إيه مساء الخير يا باب مساء الخير يا ميداب ناد أسف نجيه لك من خير معادي الجملة دي رسه متقلالي من النوف شكلك فيه ناس كتير قوي بتجيلك متأكدة أنك مش عايزة حاجة مرسي شكرا بابلو ممكن نتكلم لوحدنا لأ صمحت طب ما تتكلمي ألا ما طلعت وتعرفوا بعض تهيقلي أنك عايزاني في نفس الموضوع لا ما ظنش أن فيه أي مواضيع تجمعني أنا بصافي مش أنت عايزة تسألي على موضوع مادام يارا وانت ملك ومين الموضوع يارا أجاوب أنا أصل ليس تسأيلها نفسي سويا بس أحبتها ما أنت عارفة أن أنا ويارا بس فرانت أنتين تيم في كل حاجة بس ده ما يديكيش الحق أنك تدخلي في حياتها الشخصية أتدخل ما أعتقدش أن أنا مش منحق يا ساعد صاحبتي وإحنا ما طلبناش مساعدة حد وأنا مش منتظرة إذن حد وبعدين يا بنات راز منه وفريدي دي أمور عائلية مش عايزينها تأخرب برا ما كنتش أنت جيتي ولا إيه فيه هنا وجهة نظر بابلو بيشتغل مع بابي وبابي هو اللي بعاتني هنا أنت بقى اللي جابك حين تعرفي بابلو مني مش هتقدر تصرح عن مصادرها أصلنا لسه سألها نفس السؤال صاحب أحنا متشكرين شكرا للمشاهدين